نقشت هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد سليم سيدي موسى نائب برلماني مستقيل من حزب العمال مساء الخير سيدي بداية لو نتحدث عن أسباب استقالتك من الحزب هل لك أن تضعنا في صورة هذه الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم وصراته السلام على أشرف المصريين أولا نشكر قناة النهار على هذه الاستضافة وهذا اللي كي يمنحني فرق قلبي لأن الحزب العمال أنا كنت فيه بعد غياب طويل غير ممارسة سياسية شبت في صحة سياسية هذا الحزب لأنه حزب من نوع الممتاز بالنسبة لي يستطيع حزب هذا عنده تقاليد تاعه عنده ماضي تاعه حتى في وقت كان عايش حتى في وقت في الستينات كانت للكوميتيد ليزان سروسكيست ومن بعد وصل في 1980 زادر سقم الحدر منظمة منظمة اشتراكية للعمال حتى 1990 باش في جوان تأسس الحزب هذا الحزب العمال على ثوابت وراكيز قوية ممنع الاشتراكية الديمقراطية ولهذا دخلت في هذا عجبني كحزب عجبني وبدأت نمارس لأن هذا الحزب هذا يدخلت لي كان يحافظ على الثوابت الوطنية كان يدافع على التهجمات الخارجية والداخلية فأنا اختناع في مبادئة ووجدت روحي فيه في 2014 في انتخابات الرئاسية الحزب تحصل على 1.37 من مئة يعني 151 ألف صوت يعني إلى قسمنا قسمنا على 1.641 بلدية نصبوا واحد وخمسين صوت بل كومين في جمعتنا في كوميتي سنترال برسكو أنا كتف مسؤول في الحزب داتني كتف كوميتي سنترال دير تقرير سياسي تحاول تقول يعني انتصرنا انتصرنا وحنا في كوميتي سنترال ما كناش في تجمع شعبي ولا الناس هذا اللي كادرت على الحزب تحاق قالت انتصرنا وكين تسجيلات تسجيلات كين أنا عندي تسجيل فراحت لسليمونيتا الاخور وهي الوحيدة الأولى لباركة الانتخابات اللولة قالت هذو المناظلين اللي راحوا بس في 2009 تحصل الحزب على ربعة فاصل ربعة عشرين يعني ستمائة وثمانين ألف صوت قال هذو الأصوات راحوا قاع البوتفليقة وحنا نباركوا استعداد باركت في هذا الأمر في 2009 ما جيتش لسليمونيتا على الرئيس خلت الأخر تحاق فارغ أنا ما نيش نتهجب فيها بس كل مرة نحترمها مي أنا نقول باللي الحزب العمال هو اللي خلق السيدة الويزة حنون استعداد طالها بزاف ردها ردها معروفة على مستوى الوطن على مستوى الوطن وإفريقي والعالمي لكن السؤال ماذا هي يعطات الحزب خدش الحزب قد ما نمشي أراه في تدعور كبير جدا يعني من ربعة من ستمائة ألف والربعة فاصل يعني حتى حتى المناضلين بدأوا يعني من انتخابات لانتخابات بدأوا ينفرون من الحزب نعم بدأوا يخرجوا من الحزب نعم طيب سيدي موسى سليم البعض يقول بأنه الويزة حنون سطت على الحزب عن طريق عن طريق ربما أخذها أو افتكاكها لرواتب النواب نواب حزبها هل هذا صحيح؟ شوفوا القانون الداخلي القانون الداخلي تعالحزب هو يقول باللي النواب يديوا 30% من المرتب المرتب باش تحرفوا باش تكون مرتبت على النايب هو حوالي 26 حتى 27 مليون ستدير فيه ربعة ونصف مليون اللي فريت على النايب ستدير الهاتف التاعه نعم كم يأخذ الحزب؟ الويزة حنون كم تأخذ من هذا؟ الويزة حنون تأخذ من 27 تلاثين بيان 27 حتى الابريم تعل فوتور تديرها تدير تدير 9.2 مليون معليش معليش احنا متفاهمين معها باش تدير هذا المرتب زيد عندها ثانية من حتى الإيواء اللي يعطيها هنا من العام العام بـ 75 مليون اللي تديرها الويزة حنون تديرها للناس اللي في الواسط هنا يطيرها 75 مليون والناس اللي بنا ومنا بعيد شويات نحن هم النص النص تخليهم باش يكريوا هنايا والنص تديرها للحزب هذا نعم إلى شفنا ما من المناظرين كل شهر يكوتيزيو هذا إلى شفنا المناظرين هذا هو الحزب العمال مبني على هذا ولا مرة لم يطرح في الحزب قضية غيابها عن جلسات ولا مرة أحد أرد أن يطرح هذه القضية ولا مرة لم تناقشت هذه القضية داخل الحزب من يجرؤ على مكالمتها لماذا هناك ديكتاتورية في تعاملها؟ أنا نطيك هنا أنا أراني عهداء في البلدية وعهداء في الأخر عمرين ما دخلت البيروتاح لماذا؟ عمرين ما نجموش ندخل البيروتاح هي أمينة عمت حزبكم؟ إيه؟ عمرنا ما دخلت البيروتاح نتحدى كل واحد أنا باش نتحدى يجب أن ندير وضعه باش ندوم باش تشوفني يجب أن نشوف رئيس الكتلة وستدير كين أنوايو لغالق إذا ما شافتكم كيف تشوف العمال والله العظيم أنا نتسأل دائما طيب أستد سليم سيدي موسى ماذا عن الاقتطاعات التي ما حقيقة الاقتطاعات لكن تأخذ بحجة بناء مقر جديد وأين هي المقرات الجديدة في الحقيقة في الحقيقة هي مشغل الاقتطاعات كين مم المناظرين تنعا يكون تزيو شك موا دونك أموال طائلة طائلة تدخل الحزب دائما تقولنا باللي يزم نبني ومقار غذاء أنا والله نسق سيديك في هذا المنبر هل لديها البرمية هل لديها البرمية هل لديت تبني في البرمية هذا هو السؤال المطروح أنا والله نتفاجأ ولت 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 مؤسسة مؤسسة اقتصادية تدخلوا دخلوا بقوا ندير دورات دير دورات تصرف ينهار يومين صح فيه دورات ذوك مانيش عارش كونني يخلص هذوك الدورات همزي دونك أنا نقول أنا نقول باللي الحزب العمال الحزب العمال بالاخر بالاشتراكية تاعه دير دير نحاود نولي نحاود نولي لل الناس اللي كان بزيف مسؤولين كانوا مسؤولين في اللجنة المركزية في الليبي بيرو ناشيونال وديمشيونال راحوا بزيف إلا بدينا نعدوهم يعني بالمئات سيدني موسى الآن سؤال أخير كيف تتحركون أو ستتحركون ماذا تخططون لإعادة حزب العمال إلى مصاره الصحيح الدفاع العمال كما كنت تقول أيام ثمانينات والسبعينات ولإرجاع هذه الطبقة الشعبية التي نفرت من الحزب بسبب الأمينة العامة شوف أنا ديميسيونيت من الحزب إلا شدت من الحزب أبدأ يتسجم ودأ هناك تحركات من طرف ربما الناس للإطارات اللي استقالوا ربما فيه كلام فيه كلام ما عنديش ما عنديش لخ إلي شوف نقول لك لتيك لتيك تاع تاع بوليتيك استدير لتيك بالعربية لتيك بوليتيك تحركات سلسل لتيك بوليتيك استدير بولي بارتي بوليتيك غوش ولا غوش غوش إكسرام غوش ولا لستروسكيس للأخر أنا بيرك عندهم عندهم في الإسلام تحهم أبوزان أنا والله العظيم أنا مزيم ما فهمتش مشد مشد أمينة عامة حزب أنا قريب تقول oui من جنيرا التصريحات تح تدفع على أجناء تفيق وراني سمعت في الأخر مكلمة مكلمة سيد محمد سيد تفيق سيد تفيق حياة 25 سنة سيد تحدي 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 ليومي